احوري اهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيس اجتماعا لمتابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الاوقاف واصرح السفير باسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس وجه بانشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الاوقاف على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية وجامعة لكافة الانشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم كما وجه بزيادة مكافأة المصابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل الى حوالي 2 مليون جنيها والتي تنظمها وزارة الاوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم كما تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود حماية الفئات الاولى بالرعاية من الايتام والاطفال والشباب فاقدي الرعاية الاسرية ووجه الرئيس السيسي بالاسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الاولى بالرعاية توجه السيد محمود توفيق وزير الداخلية يرافقه عضاء المجلس الاعلى للشرطة اليوم الى القصر الجمهوري بعبدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في اطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023 واكد وزير الداخلية ان جهاز الشرطة ورجاله الاوفياء على عهدهم بحس وطني وايمان راسخ وذلك من اجل النهوض برسالة الامن النبيلة بخطة ثابتة قوية لا يهن من عزمها الصعاب والتحديات مضيفا ان مسيرة العمل الوطنية سوف تظل ماضية وصامدة بكل اصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار اكدت وزيرة التعاون الدولية دكتورة رانيا المشاط ان العالم يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب اجراءات فورية على مستوى تعزيز التعاون متعدد الاطراف للتغلب على هذه التحديات والتوصل الى حلول فعالة للحفاظ على مكتسبات التنمية وتسريع وطيرة التقدم نحو تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول كيفية تحفيز التمويل التنموية واستكشاف اطار جديد للتعاون متعدد الاطراف من اجل سد فجوة تمويل التنمية وتحفيز الاستثمارات الخاصة وذلك على هامش منتدى ديفوس 2023 يواجه فريق النادي الاهلي في السامنة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولية فريق نادي الزمالك في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدور المصري الممتاز لموسم 2022-2023 ويحتل الاهلي صدارة اندية الدور برصيد 31 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة